المساء الخير الأجواء اليوم تقريبا بقيت مغبرة ولكن كمية الغبار والأترباء طبعا حصلت هذه الأجواء مقارنة باليومين الماضيين والأجواء أيضا كدرجات حرارة بقيت أعلى من المعدلات السنوية الآن كما نشاهد في مدينة الكركة الأجواء هي صافية درجة الحرارة المسجلة 14 درجة مئوية نعم هذه الليلة منتوقع أن تتراجع قليلا درجات الحرارة ولكن الرطوبة بالنسبة للأحوال الجوية مقارنة حتى بالليالي السابقة هي أعلى من الليالي السابقة سنوعة الرياح تصل هذه الليلة تقريبا في الكرك إلى 10 كم في الساعة والرياح شمالية غربية إذن هذه الليلة منتوقع أن تتراجع درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة الليالي السابقة فعلا درجات الحرارة قليلا مرتفعة بشكل حتى ملموس انحسار للحالة الجوية الخمسينية من غبار وأتربة ولكن على الأغلب ما تزال هي موجودة خاصة في المناطق الصحراوية كما نشاهد المناطق الشرقية في العاصمة عمان تتراجع وتستقر عند 11 درجة مئوية أما بالنسبة ليوم الغد تسود إن شاء الله أجواء مشمسة في أغلب المناطق لا تواجد للسحب ولكن تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية من 5 إلى 8 درجات مئوية وهذا طبعا حسب المنطقة في العاصمة عمان على سبيل المثال ترتفع لتسجل 23 درجة مئوية ومدينة القدس 21 درجة مئوية الآن استعراض سريع لدرجات الحرارة إن كانت دنيا لهذه الليلة أو العظمى ليوم الغد وأبدأ من إربض من 10 إلى 23 وتسود أجواء مشمسة المفرق 6 إلى 23 تقريبا الأجواء يعني ما بين لطيفة إلى حتى معتدلة في عجلون من 8 إلى 22 درجة مئوية الزرقاء من 10 إلى 25 وأجواء أيضا صافية مشمسة راس مونيف على سبيل المثال من 8 إلى 18 في الصلط ترتفع إلى 22 درجة مئوية صوالح 9 إلى 19 درجة وأيضا أجواء هناك صافية كذلك الحال أجواء صافية مشمسة في الفحص وتسجل 22 درجة مئوية شرق العاصمة 23 درجة غرب العاصمة 20 درجة مئوية الأغوار الشمالية ترتفع إلى 27 درجة أجواء فعلا هناك دافئة دير على 29 أيضا مرج الحمام 20 ومنطقة مطار الملكة الدولي من 3 إلى 24 درجة مئوية ما تزال الأجواء تقريبا يعني باردة أو باردة يعني 3 درجات في منطقة المطار الأجواء فعلا باردة 25 في وادي الموجب الطفيلة من 9 إلى 20 درجة مئوية والأجواء أيضا في المدن الجنوبية صافية ومشمسة الرشادية من 6 إلى 16 الأجواء هناك تقريبا بين باردة نسبيا إلى لطيفة غور الصافي 19 هذه الليلة غدا ترتفع إلى 29 الأجواء هناك تقريبا دافئة البتراء 21 الشوبك 19 في معان 6 إلى 23 أجواء أيضا معتدلة في معان رأس النقب ترتفع إلى 17 درجة مئوية أجواء باردة بشكل نسبي هذه الليلة في العقبة 15 أجواء باردة نسبيا ولكن غدا أجواء دافئة ترتفع إلى 28 درجة مئوية نستمر وادرم 9 إلى 24 الجفر من 6 إلى 25 درجة إذن نعود نذكر بأن أغلب درجات الحرارة معظم درجات الحرارة حتى هي أعلى من المعدلات السنوية من 5 إلى 8 درجات مئوية وحسب المنطقة الصفاوي 8 إلى 23 حتى في المناطق الشرقية إن شاء الله أن تسود أجواء أيضا صافية وغير مغبرة أخيرا ربيش 24 درجة مئوية حالة تسخيلة اليومين القادمين إذن هناك أجواء يعني مشمسة تقريبا مشمسة بشكل يعني واضح ولكن هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة وارتفاع متتالع درجات الحرارة حتى يوم الجمعة ترتفع إلى 26 درجة مئوية أجواء تقريبا دافئة في الغاصمة عمان ولكن هناك تغيير على الحالة الجوية ابتداء من ليلة يوم الجمعة من المتوقع أن تختلف الأجواء تسود أجواء من جديد ابتداء من ليلة الجمعة على السبت أجواء خمسينية منخفض خمسيني مرة أخرى نحن على موعد على ما يبدو مع الغبار والأتربة مزيد من التفاصيل طبعا أرجوكم دائما تابعوا النشرات الجوية التي تقدمها رؤيا نشكر لكم حسن المتابعة العودة إلى الزمير الندين